كل مرة عملها تطلع أحلى من المرة اللي قبلها بقالي كتير ما عملتهاش ونفسي فيها قوي عارفة مهما عمل يقولولي هي دي وبس صينية على طريقة ستي يعني ما تتعملش غرف الصينية الألمونيا يلا سمي اللي صلي على رسول الله أكسب أجر أنا وانتي ما تنسيش ترفع الفيديو بأجمل لايك عشان يوصل لكل الناس قطعت بقى شريح بصل شريح بطاطس شريح فلفل شريح طماطم وعلى طول نزلت بمعلقة صغيرة من الكمون معلقة كده من الفلفل لسود لسه طحناه مع الحبهان وورق لورة يعني خلطة فلفل لسود كده تودي الأكل في حتة تانية رشة من الزيت وحطيت كده معلقة صغيرة من الملح وهات بقى يا تقليب الخضار مع البطاطس مع التوابل اللي حطناها اللي هي ايه؟ الفلفل لسود والكزبرة والكمون بس كده الفرخة بقى كنت نقعيها في مياه وملح ولمون وسايبها بقى كده تتنقع في محلول النقع مهم جدا وتشيدي كل أماكن الزفارة وكت فرخة كبيرة ففتحتها كويس شلتها من محلول النقع يلا نعمل لها خلطة بسيطة على طريقة ستي طمطموية مبشورة بصلاية مبشورة معلقة من صلصة طماطم هتحطي ايه تاني؟ أحطي فلفل اسود وملح وحبهان بودر فقط لغير صنية بسيطة يا جماعة صنية الزمن الجميل صنية اللمة الحلوة أحلى صنية بطاطس بالفراخ بالطريقة دي حطيت كمان معلقة من السمنة وابتديت بقى بين الجلد واللحم كده أحط في الفراخ التدبيلة وادعكها كويس ايه الجمال ده؟ بدون أي بوهارات ولا سبع بوهارات ولا سبع عمارات الأكل البسيط ده بيوحشني قوي قوي بجد مهما نعمل إحنا المصريين البطاطس اللي بالفراخ هي الصنف الرئيسي اللي بيعشقها كل المصريين جبت بقى البطاطس اللي معمولة بالخلطة وقلبناها التكة دي قوعت نسيها ورصت فوقها الفراخ وبقيت التدبيلة كده رشتها فوق الوش في ناس بتحب تعملها بدون إضافة طماطم خالص في ناس بتحب تضيف صلص الطماطم أنا بحبها وسط بس الصراحة بحبها بيضة أكتر حطيت فيها كوباية مياه مغلية بس ورفعتها على النار تغلي عشر دقايق وغطتها وبعدين على الفرن في الوقت ده بقى كنت بعمل رز بشعرية كده سامنا وزيت وانزلي بالشعرية بتاعتك وبعد كده تتحمر تاخد اللون انزلي بالرز ويشوحيه بقى مع الشعرية كويس لغاية ما يفلفل ده ده يخلي الرز مفلفل قوي شايفين ماشاء الله مع التشويح كميته كده بتزيد وبتدى انزل بقى بالمياه المغلية أو الشربة وعايزاك تدي الرز كده نطرة بسيطة من الفلفل لسود مع الملح هيودي الرز في حتة تانية بجد انا بحب قوي الرز احط عليه الفلفل لسود بصوا بقى كنا انتبع صنية البطاطس حطيتها على سكت الفرن من تحت تغلي والفراخ تستوي زي ما قلتلك عشر دقيق على النار فوق بس عشان النهار ده مستعجلة حطيتها على النار غير كده برميها في الفرن من اولها لاخيرها في ناس تحب تسوي الفراخ لوحدها والبطاطس لوحدها بس والله كله بياخد تسوية واحدة وقدامك زي الفل البطاطس ما ترقيهاش خلي كده سمكها وسط ودي بقى احلى رز شعرية مفلفل في الدنيا ايه البساطة وايه الجمال ده والفراخ بقى عايز اقول لكم والله الصينية كترحتها قلب الدنيا وهي في الفرن جربوها بالتكات البسيطة دي ما تحطيش بقى بهارات مشكلة ولا مش عارفة ايه لا خالص مش ازيد من الملح والفلفل والكمون والكزبرة احب بقى سيب كده شوية صص فيها مشبعة ولذيذة وتكفي من الحبايب مية عجبتكم وبحبكم في الله كان معكي شايماء محمد والسلام عليكم